نعم أنا أعتقد أن واشنطن قلق بشدة بشأن ما يحدث في تركيا على الصعيد السياسي فنحن رأينا ازدياد للدكتاتورية في تركيا والقمع داخل تركيا وكما رأينا في 2019 حينما حزب العدالة والتنمية خسر انتخابات المحافظين وقام أردوغان بتأجيل الانتخابات وقام بانتخابات جديدة ولكنه خسر أيضا ولكن هذا أظهر أن السيد أردوغان لن يحترم العملية السياسية لأنه كان في سلدة السلطة لمدة طويلة ففي الواقع إذا خسر في 2023 فقد يخضع إلى مقاداة جنائية بقرأة فساج وانتهاك لأل سلطة لذا أنا أعتقد أنه سيفعل كل ما في وصحه حتى يحاول أن يمنع الهديمة أو حتى يحاول أن يقوم بممارسات تؤدي إلى تزوير الانتخابات أو إخفاء الأصوات وتغيير النتائق وهذا مقلل للولايات المتحدة ليس فقط نتيجة للتوتر المستمرة بين أمريكا وتركيا وليس بسبب التعاون التركي روسي ولكن أيضا هذه الانتخابات الرئاسية قد يكون لها تأثيرات كبيرة ليس فقط على مستقبل الديمقراطية والديكتاتورية في الشرق الأوسط وتركيا ولكن أيضا في أوروبا وأمريكا لأننا نتعامل مع قضايا داخلية في أمريكا خاصة بفكر ديكتاتوري جديد في أمريكا وأيضا تزييف انتخابات ومشكلة أيضا انقسام سياسي لذا واشنطن قلق جدا بشأن هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر